تاني حاجة ممكن نعملها وتوصلنا إلى هذا الإحساس بالأمان أكثر من خدمة الناس فإن محاسن الأخلاق تنشر الأمانة في القلوب وإن الخدمة باب الرحمة الخدمة إنك تخدم الناس لأوسع أبواب الرحمة رقم ثلاثة أحسن لأهل بيتك يعني خليك بتعمل الخيرات مع أهل بيتك بكلمة والكلمة الطيبة الصادقة بتتفقد إن أنت تتفقدهم زي ما حدث النبي كان بتتفقد أهله وأصحابه ببسمة فيها محبة فيها حنان فيها تأدير وتبسمك في وجه أخيك صدقة بحض في تطمين واحتواء زي ما رسول الله سأمكان بيحتضن أولاده وعشان تعرف كده لازم تعيش المعنى الراقدة إحسانك لأهل بيتك يخليك ويخليهم يحسوا بالأمان وإن سبحانه تعالى يكفيهم ولا يتركهم وحدهم فلذلك أنت لازم تفهم ده وتحيا به ولو عشت ده هتحس إن حضرت النبي كلامه سارى فيك وسأيتها تذوق حلاوة الأمان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لك باب من أواسع من أبواب الأمان وسأيتها تعرف ليه كان قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله